بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم رح نحكي عن الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه البحار والمحيطات صف العاشر علوم الأرض مدارس الوطن العربي البداية لما نحكي عن الخصائص كيميائية لمياه البحار والمحيطات رح نبلش بإشي اسمه مفهوم الملوحة شو يعني ملوحة وشو هي الأملاح الموجودة دائبة في مياه البحار والمحيطات من وين إجاد قبل هذا كله بنا نطلع على كتابنا صفحة 45 نطلع على الشكل اللي عنا هون عنا عينة مقدارة تقريبا 1 كيلوغرام المياه المحيط شوف نسبة الاملاح الدائبة فيها منلاحظ انه عنا ايون او عنا عنصر الكلور الدائب نسبته تقريبا 55 بالمية وهي اعلى نسبة بعدين عنا الصوديوم نسبته 30 بالمية وعنا كبريتات SO4 7.7 بالمية وعنا المغانيسيوم 3.7 بالمية والكالسيوم 1.2 والبوتاسيوم 1.1 واخر ايشي عنا ايونات عناصر اخرى 1.3 منلاحظ انه تم ترتيب العناصر والاملاح الدائبة في مياه البحار والمحيطات من الاعلى نسبة للاقل نسبة يبقى منلاحظ اكتر ايشي الكلور والصوديوم هم الموجودين او الذائبين في مياه البحار والمحيطات عشان هيك بشكلولي مركب كلوريد الصوديوم وهو ملح الطعام المعروف NACL كلوريد الصوديوم فمنلاحظ انه ملح الطعام هو اهلا نسبة طيب من خلال هاي الايونات او هاي الاملاح الدائبة من مياه المحيطات شو معنات او شو مفهومنا للملوحة منقدر نحكي انه الملوحة عبارة عن كمية المواد الذائبة في الماء يعني شو في املاح شو في مواد ذائبة بالماء هاي مسميها الملوحة طيب شكيف عبروا عنها اه كنسبة او بطريقة معينة طبعا تعبير عن الملوحة بعدة طرق اول نيس اول اشي عبروا عنها كجزء لكل الف وعننا كرمز بيجي هيك وعننا تاني اه طريقة غرام لكل كيلوغرام وعننا تالت طريقة هي النسبة المئوية زي ما احنا شفناها بالرسمة عبروا عنها بالنسبة المئوية نطلع على كتابنا صفحة 46 نشوف شو اهم العناصر رئيسيين موجودة او بتكونني القشرة الارضية عنا عدة عناصر طبعا تم عتعبير عنها بالنسبة المئوية عنا اول عنصر بيكوني او اعلى نسبة لعنصر الاكسجين تقريبا لو بنشوف نسبته تقريبا بيجي 47% بعدها بيجي عنا عنصر السيليكون تقريبا بيجي نسبته 27% الامينيوم بيليها الحديد بعدها الكالسيوم السوديوم البوتاس المغنيسوم وعناصر اخرى طبعا المهم ضروري نعرف شو العناصر بتكوني القشة الارضية من الاعلى تركيز لا اقل لعننا لاقل لاقل تركيز من الاعلى تركيز لاقل تركيز لو بننا نيجي نحكي عن اهم الاسباب اللي خلتلي مياه البحار او مياه المحيطات مالحة والاسباب اللي خلتلي تنتقل هاي الايونات او هاي الاملاح لمياه البحار المحيطات اول طريقة انتقال نواتج التجوية عن طريق الانهار والسيول والرياح يعني الصخور بيسر لها صخور القشة الارضية بيسر لها تجوية وتعارية يوحات طبعا بسبب وجود المياه الانهار اخرين نحكي المسطحات المائية اثناء جريانها وعن الرياح هدول بيسموا كلهم في نقل المواد الذائبة لمياه البحار المحيطات تاني سبب هو مياه الامطار وما تحمله من مواد وغازات ذائبة اثناء هطولة يعني المياه الامطار بتعملي على اذابة هاي العناصر وبتركز لي نسبتها في مياه البحار المحيطات تالت سبب اندفاعات البركين في ظهر المحيط زي ما حكينا الدرس اللي قبل منطقة ظهر المحيط بسبب وجود خلينا نحكي حركة الصفائح التباعدية بيؤدي الى اندفاع وظهور الماغمة في الوسط فهذا كله بيزد لي طبعا بركين تحتوي على غازات مهمة هذا كله بيزد لي من نسبة الغازات الذائبة وعننا اخر اشي الانشطة البشرية سواء صناعات او تلوث كل هذا بيزم بزيادة نسبة الغازات الدائبة في مياه البحار والمحيطات لو نطلع على الاسئلة اتأمل افكر ثم اجيب الصفحة عنا صفحة 47 ونجاوبهم السؤال الاول يكون تركيز عنصر الكوكلور قليل جدا في القشة الارضية في حين يكون تركيزه هو الاعلى في مياه المحيطات تفسر ذلك ليش بيكون قليل في قشة واعلى تركيز في مياه المحيطات طبعا السبب الرئيسي كله لانه دائبيته كبيرة لانه دائبيته كبيرة السؤال الثاني بيحكينا ما دور البراكين التي تحدث في قعان البحار والمحيطات وخاصة في منطقة ظهر المحيط في ملوحة مياه يعني شو اثر البراكين على الملوحة طبعا كنا بنعرف انه البراكين فيها غازات دائبة بمجرد ان الدفاع البراكين وخروج الماغمة من وسط المحيط بيؤدي الى خروجها طبعا وهي المواد المنبعثة والغازات بتزدلي من نسبة المواد الدائبة في مياه المحيطة طبعا نيجي للعوامل المؤثرة في الملوحة شو هي الاسباب او اللي بتخلي ملوحة بحر او محيط تختلف عن ملوحة او بحر محيط اخر لو مطلع كتابنا صفحة 48 منلاحظ عنا الشكل عنا نسب مقاوية لملوحة كل بحر او كل محيط عنا البحر الميت 61% البحر الاحمر 8% البحر المتوسط برضو 8% المحيط الهادي 7% المحيط الهندي 7% والمحيط الاطلسي 7% والمحيط المتجمد شمال 2% منلاحظ انه تم ترتيب البحر والمحيطات من الاعلى لنسبة ملوحة الاقل ملوحة من خلال هذا الشكل من خلال هاي نسبة المئوية منقدر نعرف انه كل بحر كل محيط بيختلف عن تاني من نسبة ملوحة او نسبة المواد الدائبة فيه طب شو الاسباب اللي خلت هذا الاختلاف طبعا عنا اول سبب وهو الموقع الجغرافي شو يعني موقع جغرافي او شو علاقة ذلك في الملوحة الموقع الجغرافي يعني نسبة وجود هذا البحر او المحيط بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول اذا كان قريب من خط الاستواء او قريب من الاقطاب او قريب نحكي نسبة الامطار فيه عالي هذا كله بيأثر على الملوحة ثاني سبب عنا المناخ كيف بيأثر المناخ على الملوحة طبعا هو بالقسم الى قسمين الملوحة من حيث نسبة الامطار ومن حيث درجات الحرارة فلما يكون عندي نسبة امطار او نحكي نسبة هطل عالية هذا كله بيأدي الى تقليل من الملوحة لانه المية العذبة او مياه الامطار لما تنزل بتقلل من الملوحة اما بالنسبة للحرارة كل ما كان عندي حرارة عالية يعني كلما كان البحر او المحيط قريب من المناطق الاستوائية او قريب من المناطق خلينا نحكي مرتفع درجة حرارتها كلما كان عنا حرارة عالية بالتالي بيأدي الى تبخر بنسبة عالية والتبخر بنسبة عالية بيأدينا إلى الملوحة بنسبة أكبر بأعلاقة طردية حرارة عالية تبخر بنسبة أعلى وملوحة بنسبة أكبر شكرا لكم العافية